فيه غلط احنا دايما بنعمله وممكن نكون بنعلمه لأولادنا من غير ما ناخد بنا ان اي حد يغلط فيه قول الله يستمحك ان اي حد يتعدى حدوجي لأ خلاص انا هبعد مشكلة لازم نتعلم نعلم عياننا ازاي يضفعوا عن حقوقهم ازاي يكون بنا ادم مسلم قوي قوي في انه ما يسمحش الحد يتعدى لفظيا عليه ولا يتعدى جسدين عليه ولا يتعدى على ماله ولا يتعدى على نفسيته واجب علي ان نعلم ابني ازاي يتعامل مع كل واحد قدامه برد فعل مختلف بناء على فعله معاه ويتعلم ياخد حقه وما يتنازلش عن حقه حتى لو كان حقه ده او اللي تعدى على حقه ده تعدى عليه لفظيا فما بالك يا جماعة احنا بنضرب عياننا ان اللي قدامي ممكن يتعدى لفظيا واسكت يتعدى ماليا واسكت وتعدى جسديا واسكت فبالتالي اه ربنا يسامح بس انا باخد الحق انا بحاول اسعى ان نفضل اخد حقي على قد مقدر ولازم نعلم عياننا ان ردود الافعال ما تبقى السبتة مع كل الناس لازم ادي رد فعل مناسب للحدث ومناسب للشخص مناسب للتعدي او الطريقة اللي تعمل معايا بيها او يعني طول الوقت اعلمه انه يعمل تطوير في المنظومة العقلية بتاعه مش النظومة العقلية بتاعه سبتة وردود افعاله سبتة طب انا هنا ازاي يعرفي الناس اللي ميتة اصلا ومتحللها بقالها فترة الناس دي يا جماعة سبتين سبتين في ردود افعالهم سبتين في مالهم سبتين في طريقة تفكيرهم سبتين في كل شيء الناس السبتة ناس ميت معنى السبت معنى موت لان الحياة تدعوك الى النماء تدعوك الى الاتساء تدعوك الى التطور فمعنى أنك واقف ثابت مكانك معناها أن حضرتك ميت طيب أنا إزاي يعرف أن أنا ميت إزاي يعرف أن أنا ميت لو أنا طول الوقت بفكر في الماضي فأنا طول الوقت الماضي ده ساحب تقر أزومك نقطة الناس اللي عايشة في الماضي مش قادرة تستمتع باللحظة وقال أنا من المستقبل الناس دي ميتة لأن عقلهم دخل في غيبوبات غيبوبة الآخر ومتابعته غيبوبة الظلم اللي دخلت فيه غيبوبة النقد للآخر غيبوبة المثالية غيبوبة طلب رضاء لآخرين غيبوبة عدم التطور عايشين في طريقة مبرمجة غير واعية يعني إيه غير واعية يعني وكأنه نايم نم جزئي كده هو عمال يلف 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 بس زي الإنسان الآلي متبرمج متبرمج كل يوم هعمل نفس الفكرة لكن الناس اللي عندها يقظة حضرة حضرة في اللحظة حضرة في اليوم حضرة في الثانية فحضرة وهي بتاكل فمستمتعة من الأكل حضرة مع الشخص اللي حواليها فالناس اللي حواليها حاسين بحضرها حضرة في الوقت فمش حاسة بتوتر من المستقبل ولا زعلان على الماضي مش طول الوقت أي كلام يدور في حديث معاه فيقولك حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا في الماضي بس هو ناس النهاردة فالناس دي اللي ناس يا النهاردة الناس اللي مش عايشة في اللحظة النهاردة الناس وانت قاعد في الحديث معها دايما تشتيكي ودايما تلوم ودايما تنقض ودايما مش عاجبها اللي قدامها أو مش عاجبها الآخر ودايما مدخلك في ناميمة وانت قاعد مع الناس دي يا جماعان اعتزل أرجوكم اعتزلهم لأن الناس دي حرفين هتموتك هتموت جزء من إدراكك هتموت جزء من وقتك وعمرك وطاقتك وهتستنفذ وانت بتشيل زنوبك فبلاش لمشي كده بين سياق ورا الناس من غير ما نكون فاهمين ووعيين البنقسم اللي قدامي ده بيكلمني هو أصلا عايش في أنهي زمن هو عايش في الماضي هو حاضر معاه في اللحظة والعايش في الماضي وجاي يتكلمني عن الناس اللي ادفنوا فكون واعي للنقطة دي كويس قوي انا مش هدايق اللي قدامي بس ممكن نسحب بزوء وبهدوء كده ومن الآخر اللي هو إيه ما خشش مثلا في حديث نميمة أو حاجة على شخص يعني فأز اللي قدامي من غير مشعور أو أأز نفسي لأن النميمة في الأول في الآخر بتأزيك وبتأزيك الطرف الآخر وبتأزيك الشركة الثالث معكم فنخلي بنا كده يعني نفكر بوعي شوية في حياتنا في طريقة ردود أفعالنا في طريقة تطوير عقلياتنا باستمرار لأن عدم تطوير العقلية معناه إن إحنا ميتين يا جماع وعايز تعرف الإنسان الميت بص هو بيتكلم في أنهي زمن لو طول الوقت حزين مقروب بيشكي وكذا فهو عايش في الماضي متوتر عايش في المستقبل عايش أنت حاسس إنه وقعد معاك حاضر الحضور ده معناه إنه عايش النهاردة اليوم بتاع النهاردة فما تخليش حد ياخدك في غيبوبة الزمن يعني إيه غيبوبة الزمن؟ يسدك ويسحبك كده في مثلا الناس ماتت وتحللت وهو لسه بيتكلم مثلا عن أبوه جده وفلان وعنلان ويفضل يعيد لك في كل محادثة نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام حالا والله إن الإنسان نزل من جهول يعني كيف هي كده؟ السلام عليكم